انتهت المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي في جناف وهي الأولى من اتخاب الرئيس حسن روحاني الذي يسعى إلى عودة الثقة مع الغرب ورفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده واشنطن لا تريد إقفال هذه النفذة الدبلوماسية لأن أي تشدد في المواقف ممكن أن ينسف كل المفاوضات وفق ما يقول روبرت آينهورن المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأسلحة النووية خلال عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون العقوبات هي أفضل ما تملكه الدول الخمس زائد واحد للضغط خلال المفاوضات مع إيران إدارة روحاني تسعى لتخفيف العقوبات إذ أن تخفيف العقوبات يعني التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي لذا هم جديين في ذلك الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحض الكونغرس على الامتناع عن فرض عقوبات إضافية على إيران وهو ما كانت طلبته الأخيرة قبل مفاوضات جناف خامنئي في موضع الرابح في الحالتين يربح في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إذ تكون إيران قد أضعت الوقت ويربح إذا تم الاتفاق إيران تشكل مشكلة أمرية للدول العربية أكثر منها لإسرائيل كان مشاريعون أمريكيون بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت ماننداز أبدو رغبتهم في تجميد إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم منخفضة المستوى الذي يستخدم في محطات لتوليد الطاقة قبل أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العقوبات الحالية أو حتى أن توافق على عدم السعي لفرض عقوبات أشد بالنسبة للإدارة الأمريكية فإن الكرة الآن في الملعب الإيراني ورغم التفاؤل لا يتوقع أحد الانفراج بين ليلة وضحاها في ظل عدم رضا أعضاء باريزينة في الكونغرس على الانفتاح الديبلوماسي على طهران وهم معرفون عادة بانتخاذ خط أكثر تشددا من أوباما تجاه إيران جوسف خوليس كانيوز عربية واشنطن